موسيقى صرح رئيس الحكومة الجديدة المكلف لحبيب الجملي بقوله بأن تمثيلية المرأة في الحكومة الجديدة ستكون تقريبا 40% هذه النسبة تضح وبالمكشوف ما بعد بأنها أقل من ذلك بكثير 24% هي تمثيلية المرأة في هذه الحكومة لم يكتفي بهذا فحسب بل صرح وقال بأن الكفاءات التونسية النسائية غير موجودة المواطن وشارع التونسي له رأي آخر في هذا الموضوع تابعونا موسيقى لا لا الكفاءات التونسية موجودة من النساء لكن الحكومات بكلها ما يسمى بالعربية والإسلامية هي حكومات مترجعية بحيث لا غرابة ما الجملي ولا غيره أول حاجة إذا كان وزير ذايا وإلا رئيس حكومة ما يعرفش يعسب وإحنا أمورنا الاقتصادية تعبا أما هو من المرسى بداي يقذف الساعة تهمت يزيد الطين بل يعني كحب يبرر علاش النساء يعني تمثيلية متاحة مضعيفة في الحكومة هذه قال ما عناش كفاءات نسائية تونسية والله ينتظر رد فعل من نساء بلادي نساء ونصف وبشيكون رد قوي ويعرف هو نساء تونس وحرائر تونس ايش ينجموا يقدموا له البلاد والكفاءات التونسية النسوية وغير النسوية والرجالية موجودة في أنحاء العالم مش حتى في تونس يعني غير المهم هو يفركس عليها ولكن تعرف حتى روحنا برشة نساء وكفاءات كبيرة في البلاد ومساعدهم مش يدخلوا في الحكومة هذية مساعدهم مش ثم اللي رفضوا ثم اللي بشيلهم ورفضوا رفضوا على اساس هي حكومة كما نقول متاع اتيلاف جربناها قبل وجربوه التونسة وجربوا النهضة وعملت حتى شي ملقات حلول للبيطارة للشباب تمكنت وخدمت جماعتها وخليت أولاد الشعب في البطالة واصحاب الشاهد في البطالة والأزمات فما عندها مشاكل كان التوغل في الدولة بقى هو يعني عندنا نساء رفضوا ورجال رفضوا وانا بش يدخلوا في حكومة من نوع هذا سي الحبيب الجملي الرئيس الحكومة المكلف ما عندوش نظرية وما عندوش عينين وما عندوش نظر وما عندوش ثقافة وما عندوش ديراية على تونس تونس كلها كفاءات نسائية وصدقني أنا مش نجامل ولا رمي ورود ولا كلام خشبي لا أقسموا بالله العظيم عندنا كفاءات نسائية اللي مستعدة شدة رئيس الجمهورية ومستعدة شدة رئيس الحكومة ولا أي وزيرة وزارة من الوزارات حتى ولو إن كانت وزارة السيادة مهما كنت الدفاع ولا الداخلية ولا العدل أنا عندي ثيقة في المرأة التونسية المرأة التونسية ساقت الطيارة الوحيدة في العالم العربي المرأة التونسية توحى حاليا خدمة الخدمة اللي ما خدموا همش رجال إيجا ليراج المرجال تقولوا خدمة في البلدية يقولك لا المرأة هبطت للبلدية المرأة هبطت للنظافة المرأة هبطت تخدم في المقاهي في الفنادق في الحكومة في الوزارات تعليش ما عناش كفاءات ليش خطر المرأة لا يا سيدي أنا أقول هالو هذك اللي خلاهم حبه سمحني أنا ما نشتبه حزب عبير موسي لكن نقول إنه حبوا يحطموا عبير موسي لكن ما نجموش لأنه هي فعلا أنا احترم هذه المرأة إن هي كانت بالكفاء بعشرة رجال وعشرة وزارة صدقني إن الأيام بيننا حيجي يوم من الأيام حتكون رئيسة جمهورية مرأة وحتكون رئيسة حكومة مرأة وحتولي أول مرأة في التاريخ إن هي في الدول العربية إن هي تكون رئيسة جمهورية ورئيسة حكومة ووزيرة من الوزارات السيادة صدقيني يا بنتي هذا مش رمي خشوب أنا قسمت أقسمه بالله العظيم أنا نعرف كفاءات قال لي الكفاءات النسائية والله صدقيني لهم موجودة عند الرجال صدقيني أنت طيب بش نقولها أنا خليني وأنا مسؤول على كلامي عدة وزارة ورؤساء حكومة شدوا تونس ما عندهمش إكسبريانس لا قروا سياسة ولا عندهم بروتوكول سياسي ولا عندهم شي كانوا ما نعرف شوين طلعوا ولا رئيس حكومة ولا رئيس ولا وزير ولا كذا لا فما تونس شدوها ناس ما عندهمش في السياسة نهائي إيجا نجيب لك أنا عدة من النساء فما مرأة إخدات جائزة عالمية في أمريكا ابتكرت جهاز اللي ما ابتكرته حتى دولة المرأة التونسية نقولها لك أنا كفاءة ونص هذا الحبيب الجملي بش نقولها له العالني إنه ما عندهش نظر وما يشوفش في تونس وما هوش تونسي كان كاتب يصبح اليوم رئيس حكومة جدرها على المرأة التونسية الله ينصر حراير تونس وأنا هاني رجل للبرة ورجلها في القبر وقلتها ومسؤولة على كلامي الله ينصر المرأة التونسية والمرأة العربية موضوع رجال وانساء وشباب وكهول وغيره هذا يعني مضي على الوقت وموضوع يعني خاطي وخارج ربما السياق التنمية منتع البلاد احنا حاشتنا التنمية منتع البلاد سواء كانت على يعني جيب يد يعني راجل ولا مرأة يعني مش مهم لكن المهم هات عطينا تنمية ثم المواضيع هذه مواضيع مغلوطة فهمتني الشباب نسمة متع الشباب بحصة متع النساء غدوة كان عايشنا يقولون بحصة متع الشيوخ متع كهول انا في تقديري ان المواضيع هذية هي مواضيع جانبية المهم هو انه اليوم سواء كان راجل ولا مرأة هات عطينا يعني التنمية متع البلاد وهات عطينا يعني المستوى المعيشة يرتفع والناس والتي تتشكى من الغلاء المعيشة ومن النقل ومن غيرهم من المسائل الاجتماعية الحارقة تعليم وإلى غير ذلك ولكن طرح والتخصيص وعلى مستوى يعني المسائل هذية الجانبية هو يعني تميع للحكومة رائعة قريبت تحم cono المرأة ألعبوا أن يكون لدينا أشخاص من المعارضة سوف يكون أشخاص من المعارضة ويحب بيزيدة المعارضة هذا هو المعارض المعارضة 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 بيسجسية أو سيارة كيف يدعون لأسرق يقول أسرق وما هو الانتؤادد في أسرق أننا نحن ميحوريون أجلسفرين جيل، يجعلون الرقسي هزيزيزيزة موسيقى موسيقى ما هذا يفعله؟ هذا يفعله إنه لأنه وضعه وموسيقى بلسطة يجب أن يدعوه لا فةسرين موسيقى إذاً وقالا أرادت أن أرادتي يتعرى أن يريد أن شبه يريد يريد أن يتعررى لكي تريد أن يريد يزرع المرأة المشكورة راهي الاختيارات ما يشكورها الشباب الرياضة ما يشكورها المقدرة النسائية والكفاءة النسائية موجودة في كله ويهبط الإدارات ويشوف تلقى كان مادام فلان ومادام فلان ومديرات والمديرين وبكلهم احنا من اللي خدمنا الإدارة ونعرفوه ونعرفوهم ونقدرهم ولكن الناس ما تعرفش تختار والله غالب تونس عطاة اختيار الحكومة في واحد ما عارش يختار السياها هو كفاء التونسي ماذا ماش ماذا ماش بالرأس بالقليل من قالوا هو ماذا ماش كفاء التونسي لكن ثم ينزل يثبت هو روحه سينا حبيبي الجملي اللي يعرفوهم رأة كفاءات ملك دي يحطها في اي وزارة مثلا وزيرت الرياضة ولا وزيرت الصحة ولا وزيرت اي وزيرة يحطها هو يعرف اول حاجة حبيبي اللجمي مش كان هذي غلط فيه غلط في كل شي كيتراجع كلامه كل بتلقيش كان هذي صحيح معانت كل شي غالط وكهو رجل عطوها حاجة معانتها في وقت قياسي قالوا هرش كون تمشي ضحية تمشي ضحية المرأة وبالتجربة اثبت التجربة ان المرأة التونسية اكفر من الراجل التونسي لان حتى على حتى في حدود الاسوايع والخدمة المرأة متخرجش من الخدمة وما ما تهربش المرأة متشرربش برشا كابوسينات في النهار فمتني المرأة والي هذي المرأة ري كفاء ولكن حبيبي اللجمي اول حاجة هو مسكين تخل في معمع خيبة برشا وكاو معانتها ما يش من باب الصدفة كاو راجل هو حتى حتى الرجال يعمله فيه بزوز معروفين معانتها ما يتلمش عليه ونستبعد باش الحكومة دي تتعدى فمتني لان الظروف اللي يتعدد فيها الحكومة دي خيبة برش بالنسبة لي هو يراجع نفسه ببرشا حويش كام بقاسة ها هو انا نحترم رايو فمتني ويقول 40% معاناها ما هوش طوب شنو بعد تتنسب الحكومة نجمون نجمون نشوفو حل بحكاية 40% دي ولا بان 5% يحتمل يظهر اكثر فمني وكفاءات موجودة في النساء ورجال ما هوش بالضرورة معانا مثلا ما يش كفاءات فما كفاءات نسابة هي ان شاء الله حكومة جديدة تخدم مصلحة البلاد وتكون في المستوى المطلوب وتنقذ اقتصاد البلاد وتعاون البطال وفهمتني وتحسننا الطاقة شرائية هذا كمان نطلب ملحكومة جديدة والله 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 قيل السيسي متاع مصر اللي تونس قايمة على النساء انا نخدم وظفة وخدمت مع الرجال وعنساء ان المراهي اللي تخدم وتحمل الدرك والواحد الرجال والو رمينا رواحهم على النساء حتى في ديارهم المراهي تحملت المسئولية متاع كل شاي اما عندي رسالة الامن القومي متاع تونس في اختر بلادنا في اختر قولي منشكوه من ايران ايران دخلت في الجنوب نصبة خيامها وربطة تكليبها والدنا يعلموا فيهم في نجيبوا تخبير تصدور يدخلونا في الشيعة يقسموا فينا توكي ما عملوا حزب الله في لبنان وفي العراق وفي اليمن بش يزود يعملون نحنا وديجا عدوهم هما في التلفز عدو الرجل اللي يعطي في الفلوس هو يجيب في الصغار يتخبطوا وجيب اعلام يتصاور جيب اعلامي تصاور ووريهم في التلفزة قال لهم اتفرجوا هذايا يعلموا في اولادنا في التخبيط وضربا نصدور في الجبولات في اولادنا صغار شباب قالوا له برا القضاء شمدخل القضاء في الامن القومي وانتي تعرف في ايران شعملت في سوريا شعملت في العراق شعملت في اليمن تدخلنا تقسمنا احنا متع شيعة مناشنا شيعة احنا بربي وصلي رسالتي حتى كان متعداشي الانترفيو متاعي وصلي رسالتي يقولهم لهين في الاحزاب والنهضة والدستوري ودرشنيت لهو بحواج اخرى تونس فختر اذا كان دخلت ايران لتونس فقسمونا